أصدرت المديرات العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن يعمل بلايئة الحضرية بالأمن الإقليمي بسالة مع إحالته على المجلس التاذبي للبت في التجاوزات والاختلالات المنسوبة إليه أثناء مزاولته لمهامه وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي المنجز في القضية بحسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشرطية المخالفة يشتبع في ارتكابه لأفعال إجرامية وإخلالات مهنية أثناء ممارساته لمهامه بمركز الحراسة بشاطئ البحر بسالة بسبب الاشتباع في استهلاكه لمادة مخدرة وهي الوقاعة التي تم توثيقها في مقاطع مسجلة وقد فتحت الشرطة القضائية بمدينة سالة بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الجرمية المرتكبة بينما سيعرض الشرطي المخالف على أنظار المجلس التاذيبي لترتيب الجزاءات الإدارية المقررة في حقه وذلك بعد الانتهاء من البحث القضائي المنجز في هذه القضية